أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة في منصة من عمان ضيفي لهذا اليوم رجل قاد القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمتية في الأردن وأجاد التنصيق بين القطاعات العام والخاص باقتدار الحاج خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن أهلا وسهلا بك سيدي سيد أبو حمزة الهم كبير القطاع التجاري عانكم الله عليه اليوم تشهد شوارع عمان التي كانت تزاحمة للأقدم تراجعا في الوضع التجاري محلات تغلق مصانع تهاجر رجال أعمال لهم أسماءهم في الأردن بين مهاجر بين معلن للإفلاس بين من أدرج على قوائم التنفيذ القضائي هل سنبقى نعلق الأزمة على كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أو شيء هنا فيكم بيت التجار شرفتونا لا الموضوع ليس كورونا كورونا أحد الأسباب في آخر ثلاث سنوات لكن الأزمة والوضع الإقتصادي السيء قبل الكورونا كان شهدنا خمس سنوات قبل الكورونا فيهم ركود كبير وهذا ركود له أسباب وأهمها تراجع القدرة الشرائية للمواطنية دائماً نحن نقول سيبونا من الشماعات اللي كل واحد فينا بيحاول يرمي على شماعة نعم عشان يبرر فشله أو يبعد المسؤولين عن نفسه نحن نعرف أنه في العشرين سنوات 15 سنوات 10 سنوات سميها ماشية ارتفعت تكاليف المعيشة في الأردن وبقيت دخل ثابت نعم أو يعني أقرب ما يكون لثبات يعني فيه قطاع خاص فيه نظام هيكلة أوضع أرسلم رواتب لكن بشكل عام كانت رواتب ثابت ما عزيات التكاليف هذا ضغط على ميزانية الأسرة الأردنية وآثر على إنفاقها نعم وإحنا كمان أنا كما أمثل لقطاع المواطن الغذائية وأشعر تماماً في حجم هذا الركود وهذا مؤشر عندما ينخفض إنفاق المواطن الأردني على القداء إذن ما بارك في القطاعات الأخرى صحيح الكورونا أرهقتنا بشكل كبير ليش بس ميش السبب الوحيد أرهقتنا أنه إحنا مع الناش زي ما بقولوها خميرة مع الناش تحت البلاطة فيه جزء بصيل كان عنده صحيح فأجد صدمة مفاجئة إغلاق أنا جيل اللي ما تعود أي شيء منع تجول أو منع خروج من المنزل أو إغلاق كامل القطاعات هذا الشيء اللي ما نشهده للأسف معظم مؤسساتنا التجارية صغيرة متوسطة تعتمد على البيع اليومي إحنا اقتصادنا اقتصاد يومية نعم مبيعاتك أخر نهار تحطهم في البنك مشي شكاتك صحيح عندما تغلق مؤسستك أيام بسبب قرارات أوامر الدفاع هذا أدى إلى يعني بصراحة ضرر كبير الكورونا جاءت بشكل مفاجئ وكان فيه سوء إدارة في بداية الأزم نعم فيه قرارات أمر دفاع وبلغات كانت متسرعة وفيها تخبط صحيح والدليل أن كان يعدلوها وكانت تتصدر دون التشاور مع القطاع الخاص في بدايات الأزم صحيح هذا كله سبب ضرر كبير القطاع الخاص ما زلنا بقطاعات تعاني نعم وأدى إلى أفلاس تجار صبيعي نعم هنا سؤالي بعد أزمة كورونا والتعامل مع أزمة كورونا بماذا أصبنا وبماذا أخفقنا شوفنا شكل يعني نحكي كدولة أردنية تعاملها مع الجائحة سيمكن من أفضل دول العالم نحكي كمؤسسات دولة الجيش أمن وزارة الصحة مركز أدارة الأزمات حتى الوزارات أنا أتحدث عن ما تعرض له القطاع التجاري والزراعي بالتعامل مع هالأزمة بالتمام حتى يكون منصف يعني هناك أخطاء قلت لك كان هناك تخبط بعض القرارات مثل موضوع توزيع الخبز على سبيل المثال هذا القرار كان لو شاور القطاع الخاص فيه كان ما صارت هذه المأساة نعم اليوم القطاع الخاص كان يتلقى الأوامر الدفاع من الأسف في مؤتمرات صحفية معظمها لم يكن بالتشاور معنا في آخر الأزمة بدأت بعض الشيء يعني نستدع إلى لجان التشاور لا نحن كنا بصراحة في وضع متابقين للأوامر ما كنا نصحاب قرار تعملنا لولا خبرة القطاع الخاص أصلا أردن كان لقيت القطاع الخاص كله أفلس صحيح نحن بالرغم قلت لك ما عندنا كان سيولة مخبأة للأزمات لأنه لا سمح الله الحمد لله البلد آمن يعني لم يكن لدينا الكوارث طبيعية وكانت بعد مخلفات حرب الخليج وأزمة الطاقة وكوارث السابقة كانت فبالتالي نحن ما أحدا كان بالعالم يتوقع أنه ممكن يجينا نحن نشهد هذه الحالة فالبنوك اللي عندنا كانت الهدور الأمان البنوك قوية قوة الجهاز المصرف الأردني حافطت على الاقتصاد بالرغم أنه كانت تحفظات على بعض البنوك وخاصة الحزمة أو البرنامج اللي أطلقوا البنك المركزي بـ 500 مليون كانت تحفظات لكن قوة الجهاز المصرف الأردني الضمال اجتماعي أيضا كان له مساهمة في موضوع استدامة هذا كله بالرغم عدم رضانا عن هذه القرارات بشكل عام وكان ممكن يكون أفضل لكن كان في بعض وزراء أصحاب عدم أصحاب في قلة خبرة عندهم كان في بعض الغرور هل كنتوا تستشاروا في فترات الأزمة؟ لا معظم قررت يعني بالفترة الأولى أو يمضى إلى توسطياتكم لا الفترة قررت أوامر الدفاع الصعبة والبلغات لم نستشار كنا نسمع فيها بمتمر الصحة في أي مواطن وهذا شيء معيب أنا كشريك يعني يدعي البعض أنه في وقتنا أنه إحنا شركاء في المسؤولية أو أنه يتم تشاورنا وكان ممكن بخبرتنا نحن تحت القانون لكن بخبرتنا من أرض وجودنا في الميدان كان ممكن يكون نجود على هذه القرارات بحي تكون قابلة للتطبيق وتحقق الغاية منها وليس فقط للإستهلاك الإعلامي لكن مرت إن شاء الله يعني ما بتنعاد هالفترة الصعبة إن شاء الله إن شاء الله جلالة الملك يجوب العالم لجذب الاستثمار والمستثمر عندما يأتي إلى الأردن يصطدم مع القوانين والقرارات وضرائب والرسوم التي تفرض عليها أنا هذا ملف يعني بشراحة يشغل بالي ملف الاستثمار وكننا قبل أسبوع في العراق الشقيق وكان همنا كمان نحكي الأخوان العراقيين اليوم في عهد جديد في الأردن في متعلق الاستثمار عندنا رؤية تحديد الاقتصادي رغم إنه إحنا يعني كممكن تكون أبطل من هيك لكنها بتوجيه ملكي عبر الحكومات الآن يبقى التفاصيل وكيف تنفذ قانون الاستثمار الجديد وزارة الاستثمار الجديد لأول مرة ما هو الجديد في هذه القوانين اللذي خليك معي بس ونظام البيئة الاستثمارية تم يقراره قبل أسبوع ودخل حج التنفيذ الآن أيضا كممكن يكون هذا القانون وهذا النظام أفضل من هيك لأنه أنت اليوم الاستثمار زي السلع فيه تنافس عليها نعم اليوم السعودية ماشي يعني بطريقة مهولة نحو الاستثمار مع أنها دولة نفطية وعندها فائض بالترليونات لكن أصبحت جاذبة للاستثمار التأشيرة لسانية عدة سفرات السياحة الأمور الكثيرة فتحة السعودية أبوابها إلها فهي الدولة مجاورة اليوم تركيا بالرغم من التضخم العالي فيها رغم من عملتها الخفاضها لكن هي جاذبة مصر اليوم تمر في أزمة لكنها كانت فترة إليك منافسة دبي وغيره كيف بدأت تكون أنت تجذب استثمارات بدأت تكون منافس بدك تعترف في أخطائك بدك تعترف أنك بريقراطية بدك تعترف أنه فيه فئة جوة المجتمع لا تحترم المستثمر لم يحكي مصلحة بلد ما ننظر على الناس نعم شكرا أنا طرحت فكرة قبل أسبوعين الحمد لله ما حدا سمع لها ولا حدا أو أثرت أسابيع واستغربت أنه ولا مسؤول يتصل فيه طرحت مبادرة السادة محمد قلنا بنعمل فريق ثلاثي فريق وطني قطاع خاص قطاع حكومي السلطة الشرعية موابو عيان ونذهب إلى الدول اللي بتنافسنا بالاستثمار الدول اللي راح منها طافة شفعيها أردنيين وعرب مش بس للعرب صحيح والدول استقطبت مستثمرين يمنيين ليبيين لأنه عندهم مشاكل ونطلب من سفراننا الأعزاء في هذه الدول حصل الأسماء ونلتقي فيهم ونقول له سادة محمد انت ليش تركت الاستثمار ليش فكت مصنعك من سحاب وروحت على مصر مثلا يقول لك واحد اثنين ثلاث خضايا انت تعلمها السيد خليس ما نعمل درسنا صح نكتب نعمل مصفوفة مصفوفة صح ليس زي مصفوفة زبعة زمان اللي كانوا مغلبين فيها بالكورونا صح؟ ونقول مشكلة المستثمر الفلاني كانت عند المزارة الفلانية أو كذا منروه على دبي منروه على تركيا على مصر على السعودي أربع دول اللي هي بتنافسنا نعم ونجلس مع أخونا اليمني والسوري والعراقي انه ليش انت كنت في الموقر وتركت ليش كنت في الطفيلة وتركت ليش ليش أصلا جيت من عراق على مصر مجيش على الأردن سيقولك صاحبك صار فيه مجرد أنك توصل لهذا المستثمر بهذا الفريق الوطني سيشعر بالالتياح وسيشعر أنه فيه زمن جديد اليوم في الأردن بالنية صادقة نحو التعلم من أخطاء السابق وجعل الأردن فعلا بيئة جاذبة لما يكون معك نواب وعيان بضمن استقرار التشريعات للمستثمر اللي هي أكبر أكبر كان هم زي ما تفضل بعمل دراسة جدوى اقتصادية بناء ضرائب وتكاليف معينة بتفاجأ بعد سنة ولا ضريبة جديدة ولا رسوم جديدة فبالتالي أنا دراسة جدوى وكأنك خدعتني كأنك انت ضحكت علي وقرطني ناجح أستثمر عندك وحسبت أنه جدوى اقتصادية فيه مشروعي بناء على تكاليف معينة هذا سؤالي أنتوا جهود شكرا لا بس ما حد رد عليش شكرا ما حد رد فكيف لو جاء المستثمر إلى الأردن ولم تستطيعوا تغيير قوانين الضريبة وقوانين الاستثمر لجب المستثمر يشعر أنه المستثمر مرحب فيه بالأردن طبعا مرحب فيه ضمن قوانين البلد مرحب فيه وإحنا شعب يعني معروف عنا الكرام والضيافة فلماذا أحيانا نسمع باعتداء على مستثمر هذا الشيء لا يجوز نعم أصبح هناك تعرف السوشيال ميدا اليوم خبر صغير تصرف فردي من أي مواطن فينا مثل العالم مثل العالم فتأخذ السورة عن أردن غير صحيحة صحيحة لذلك أنا بقول اليوم يجب أن أتعلم نعترف أخطائنا السابقة نعترف أنه إحنا خسرنا مستثمر سوري وخسرنا مستثمر عراقي وليبي ويمني يجب أن نعترف نعم ونحكي اليوم مصلحتنا لدينا أجزة مخابرات والأجزة أمنية مفتخر فيها يعني ما أحد عنا بيقدر فوت البرد وهو عليه نقطة سودة نعم فبالتالي إحنا مع الجانب الأمني مع التشدد أنه يحمينا لكن اليوم العلم تطور اليوم هناك تسهيلات وزي الحكومة الذكية في السعودية بطلنا طبع مثل أنه سبقتنا وإحنا كنا نتغنى أنه شبابنا في الخليج وشبابنا والله شيء صحيح إحنا بنينا الخليج لكن اليوم لازم نعترف إحنا وين صرنا وهم وين صارنا صحيح إذا دركت أنت مغرور تقول إحنا أحسن العالم لا إحنا مش أحسن العالم صحيح والناس بتحب الأردن برا أستاذ محمد يعني أنا من سافر الناس صحيح تستغرب تستغرب حتى هذه اللحظة رغم أنه المعاناة وكذا الكل بيقول لك أنا بفضل أردن على أي بلد صحيح طيب إحنا هذا الحكي الفرص لا تأتي كل يوم الفرص إحنا جاهزين في قطاع الخاص وقوم بواجبنا و اليوم حتى القطاع التجاري أمام عهد جديد الحمد لله وإحنا جاهزين نكون سفراء مع الحكومة بالتسويق لأن هذه بلدنا بالأخير ليس للحكومة المسؤول قاعد سنة سنة 2 مروح صحيح بس البلد راح تضل إن شاء الله إن شاء الله بتضل بنفسك سيدة أزمة الغذاء أنتو ميزان القياس لحجمها بالأردن وأنتو أكثر تحسوسا وعلما بها أين نحن من أزمة الغذاء التي أول ما نحذر منها جلالة الملكة في العالم نرى أننا في الأردن لا نعاني من أزمة الغذاء ولم نمر في أزمة الغذاء الحمد لله بالرغم أن الدول العظمى منتجة مرت في هذه الأزمة مشكلتنا أننا دولة تستورد 85% من الغذاء نعم هذه أكبر مشكلة لنا وزائد ارتفاع الأسعار ينعكس فورا على السوق المحلي لأنه أنت كما حصل قبل عامين والعام الماضي بارتفاع الزيوت وغيره عندما يرتفع ساعدك في المواد الخام تضع فيهم ثلاث أضعاف أنت بحاجة أن تضاعف رأس مالك بالتالي تذهب إلى البنوك البنوك متشددة إلك ثقف معين عندك رهونات معينة أو أصول ترحينها للبنك لذلك هنا أنا طرابت فيه شيء اسمه من 16 سنة مجلس أعلى الأمن الغذائي هذا مجلس تم إقراره قبل أشهر بالأحرف الأولى لسه لأسف تم استثناءنا كنقاب التجار وإحنا صحاب الاقتراح تم استثناءنا هذا المجلس مهمته أن يزيل المعيقات اليوم أنا قبل فترة أكتبت شغلة فيه ناس بناتنا يعيشوا اسمهم عداء الغذاء عداء الغذاء كيف؟ يعني فيه ناس مستعدة يعني تدمر البلد بس عشان تنشهر على ظهر سمعة الغذاء الأردني أو مؤسسات الرقابية اللي بتراخب على الغذاء نعم أو المخزون المهم تعرف قطاع الغذائي نعم الشهرة فيه سريعة أنك أنت تتركب هالموجة طيب فكر ما صحت البلد اليوم إحنا ما عندنا أزمة عندنا مشكلة المواطن أنه بتأثر في ارتفاع الأسعار طبعا قدرة الشرائية ضعيفة واجبنا الوطني أن نحفاظ على مخزون استراتيجي آمن بالرغم أنه أحيانا نعمل لوحديين يعني ما فيه تمويل بنك مركزي مشكورا مؤخرا عملنا حزمة لكن لا تكفي بس أحسن من أول اليوم أربع مليون طن يا ثورة الغذاء الخاص أربع مليون طن سنوية هذا رقم كبير صحيح وفي ظل نقص الغذاء في العالم في ظل واللي سيدنا ما قال أزمة الغذاء من سنتين إحنا استغربنا قلنا يعني فيه أزمة غذاء في العالم لأن الدول تعلمت من الكورونا فشو عملت؟ حطت قرارات منع تصدير صحيح صارت تمنع تصدير المواد الأساسية خوفها من تكرار أي جائحة بالتالي وأجبها تحافظ على الغذاء لمواطنيها طبعا وثلاثة تزويل صارت فيها خلل الشحن وكنا نطلب طلبيات من العالم يقولك بعد شهرين إذا فيه حاوي أشحلك فيها ولا لا لأنه صارت فيه أزمة الشحن وارتفاع الأسعار حرب أكرانية الروسية لا أبثرت علينا لأنه كلها في الطاقة والتحالفات والتوقع اليوم فيه ضبابية في المشهد يعني اليوم تحدد بأن مخزننا الاستراتيجي آمن شوف ركز على السؤال هل احنا بوضع آمن ما هو هنا السؤال مين ما هو الرقم أو الكمية الآمنة كل واحد فينا بحسن في شكل هلأ بسير خلط وبين ما تصرح الحكومة الحكومة تقول لك لدينا مخزون لـ 12 شهر لا يظن أن السادة محمد وكل الصحافي والمتابعين والسلطة الرابعة أنه فيه سكر لـ 12 شهر ورز وكذا هذا غير صحيح الحكومة تتحدث عن القمح والشعير تتحدث عن ما تستورده فالمواطن يظن أنه كل شيء عندنا فيه لـ 15 شهر وهذا غير صحيح أنا كقطاع خاص اليوم مش مطلوب مني أجيب لساني لأنه هذا سنة عمواد إنها صراحية انتهاء هذا كلام غير صحيح ما عندي أصلا أضحك عليك مستودعات وبلدة أحتية تستوعب هذا الرقم أو كميات نعم زي ظروف التخزين صعبة اليوم البقليات بدهاد وعندك مجمدات وعندك غذاء مبرد هذه مكلفة طبعا أنا بقول المستوى الآمن من شهرين إلى ثلاث شهور والحمد لله أنت هيك مستهلك عمرك ما شعرت في نقص فضاعم السوق بالرغم إنه إحنا يعني بنيش أقول هلا سعمل مصطلح المقامرة لكن اليوم ما يعمل في قطار غدائي في الأردن يعمل كمان يسير في حق الألغام فعنده الزيت الآن أسعاره نزلت فكل واحد عنده زيت خسر روز ارتفع المواطن سيشوف أنه في رمضان سيقوله التجار رفعوا جشعا بشأن في رمضان هم ارتفعوا أشهر طبعا بس المواطن سيدقق على الأسعار وين قبل رمضان وهذا بخليك تردد عنده التاجر بالاستيراد أكيد وأصبحت في ناس بتشيطن التجار ناس بكون فاسدين بس عندهم هذا الموسم تبع التصريحات والمواسم في رمضان فبسير بيعك بطولات طيب عندك معلومات قديش الأسعار هاي في العالم بتتابيعها طول السنة طيب هل الدولة عاجزة أن تحاسب أي تاجر ممكن تستغل المواطن هاي سفراتنا في دول العالم لماذا لا ترسل الأسعار وترسل للدولة نعم بعدها بتثبت أنه والله هذا التاجر يستغل أو لا يستغل فإحنا مشكلة مش خلصانين يعني نزل السعر ولا طلع السعر ولا لكن هذا قدرنا بهذا القطاع لكن أنا بطمن وطمن ناس إحنا الحمد لله من أكثر دول العالم فيها تنوع بالأصناف فيها منافسة كمان حتى بداء الأمام المواطن وأسعار في الأردن أقل من بلاد المنشأ كل مرة بعجبهم مشكلامي أنا مصر أسعار غذاء في الأردن أقل من البلاد من السورة منها المنافسة اللي عندنا تمنع الأرباح وفي ناس ليش تنكسر معظم تجار نظرية لأنه مصاريف عالية وفيش أرباح خطط وبرامج ودراسات تكلف الملايين على الدولة بالنهايتها في الأدرج هناك تجاوز لقطاعات دائما دائرة أو وزارة تقدم بدراسة للحكومة متجاوزة فيها باقي القطاعات الشركاء معها أزمة الفردية هل لها علاقة في ما نحن فيه؟ شوف أنا أحكي لك إحنا يعني مش دائما بدأكو متشاين إحنا متعامل مع كثير من الوزرات أو الوزراء والمدراء عامين نعم الأمنا عامين للأسف عنا تباين عنا تباين بموضوع الشراكة اللي دعالها سيدنا إنه شراكة حقيقية وليست على وراء فيه مسؤول تجده يعني يحترم القطاع الخاص يحترم دوره وفعلا يستفيد من هذه الشراكة لأنه المعلومات اللي عندنا والخبرة نقدمها لهم مجانا والهدف الأخير مصحة العامة وفيه مسؤولين لا يحترم القطاع الخاص ولا يؤمن بالشراكة جزء منهم هو يعتقد أنه يفهم أكثر من الناس كلها نعم وجزء الآخر هو يخشى التعامل أحيانا بعضهم لأنه يعني عارف نفسه ضعيف أمامنا في الحجة ما يتخذ قرار فردي لما تفضلت ولا يستطيع الدفاع عنه لأنه يعني يتجنب الجلوس معك لأنه يعلم أنه على خطأ إما ارتكبوا اللي حاولوا يضحكوا عليه أو ارتكبوا عناد أو قلة خبرة أو تحب يبرز حالو بالفردية يعني بالضبط فهو هذا في منهم نواجههم لكن قاعدين بقل عددهم لكن موجودين ومشكلتنا اليوم الأساسية بالأياد المرتجفة اليوم موضوع مكافحة الفساد والخوف من السوشال ميديا والخوف من دوان المحاسبة هذا أضعف الإدارة الأردنية هذا ليه جوز فهذه الفردية موجودة لكن الوضع اليوم أحكي لك ممكن أفضل من الأول لأنه فيه كل شيء قاعد بوصل فيه رقابة صوت مواصلة دوان الملكي بصراحة نعم احنا شاركنا في الورش الاقتصادية في دوان الملكي شهرين حكينا بخيام جوا دوان الملكي ما حدا كان يجرؤ من الحكومة يمنعنا نحكي المدنية معنا ضوء أخضر من السيدنا أنه قعدوا وحطوا لي توصيات للبلد اللي بدي يحكي شخصي يطلع من الخينة فأنا لا أنا بزاود على الوزير أو رئيس وزارة وهو بزاود عليه احنا اليوم توجيه ملكي نجلس نخرج في وصفة وطنية ما جدا ما كنا نقول احنا يفرض علينا ويملاءات على الأسف بعض التوصيات لم يعني تم اعتمادها كان جاورة فإن شاء الله أنه اليوم الأمر تحسن لكن بدنا نصحة كمان شوي لأنه نحن نساتنا نايمين في غفه شوي مش حسين بصعوبة الوضع نعم خاصة اقتصاديا أنا بحكيش على السياسة أنا بحكي على الاقتصاد أنا بقول يجب أن نصحوا سريعا لأن الوضع مش سليم فيه ركود الناس تعبانة بطاع الخاص تعبان بدنا نجيب استثمارات بدنا ندعم الموجود بدنا نمنع المصدل تعثر الناس بدنا نلاقي حلول المتعثرين سيدي كيف يكن تحلوها عنا ضرائب ورسوم جمركية وكوارث كيف تدعمها؟ الدولي من نوع إرادها أنا عدو الضرائب أصلا بس اليوم ما بتقولي بالدعفة كل شي أنا اليوم بدي أعيد هيكلة الضرائب أو العبئة الضريبة العبئة الضريبة بدي أعيد النظر فيه وهذا كان توجيه ملك لحكومة الرزاس أنه اليوم ضربت مبيعات ضريبة ظالمة اتفحى الغنو الفقير ضريبة الدخل هي أكثر عدالة وأنت كمان بديك تقول الحكومة ترفعيش ضرائب بديك تقول ما فيش عندك ما نتهربش من الضريبة كمان بديك تقول ترفعوش الجمارك أو خفضه الجمارك بديك توقف في التهريب نعم صحيح نحن نعشق التهريب والتهرب وتدفعش كهربه لو واحد هو ما بزبوتش يعني إذا بتحكي بالقيام والمبادئ طبق على حالك بالأول فيه أخطاء في الحكومة فيه أخطاء كثيرة وعندنا أخطاء فإذا نقول هاي بلدنا نحن كشخصيات منتخبة ويعني الناس تنظر لنا أنه نحن نخب وأصحاب قرار المفروض يكون نحن قدوة فلما ننضف نحن من بعض الشوائب ونستأصل أوراب السرطية لعيشة بناتنا اللي هي بتخرب شغل كل يعني أنت نحن كشخصيات العكسة مصطلح صار قديم هذا تجاوزنا أخطر المحطات الأمنية بالتالي ما بصير حدا يكون فوق الدولة هي بتدولة يجب أن تعود بس تعود بمحاربة الفاسدين مش بمحاربة الوطنيين تكون بمحاربة الناس اللي فعلا قاعد هي اللي بتطعن في خاصة الوطن تحدثت بألم شديد عن تهميش القطاع الزراعي وأشرت دائما أن هذا القطاع وهو المنطق أن يكون أولا موضوع الزراعة فيش ملف في الثلاثة ملك بيحكي فيه إلا الأمن الغذائي أكثر ملف قبل الكورونا وبعد الكورونا وقال غذاء المواطن خط أحمر يعني دائما مصرحة أن بهمك قطاع العام الماضي أظن أقره أول مرة بتاريخ الأردن استراتيجية الأمن الغذائي طيب وين ها مين حطها هل كل شاركوا فيها فعلا أكفاء في ناس محترمين أنا شبت أسمع فيه طيب تنفيذ هاليوم قاعدت مع المستورد كيف ممكن نعمل إحلال بين الاستيراد بين الصناعة المحلية اللي بيجيب خضار مجمد قلته بعمل لك مصنع في الغور إحنا وإياك بدل هالخضار ما تنكب بلاش طيب جيت البطاطا المجمد اليوم في أعلى أسعار في العالم جيت قلت بلها البطاطا نزراحها خلقونا في الغور وغيره بدل ما يبيعوها ببلاش سمحت بأبار المياه خفضت رسوم العمالة الوافدة شوف الحلول كثيرة نعم يمكن اليوم أنا مش متطلع يمكن أنا محل وزير الزراعة صديقنا أبو عمر ممكن ما عملش أكثر من اللي عمله لكن أنا بعرف أنه بقدر يغير في الكادر اللي عنده أفضل من هيك يجيب ناس حتى يساعدوه اليوم أنت مراسل أحيانا ما بتقدر تروح من الحكومة صحيح كنا هم من وزير مع الأسباب ماشي هم كموحة بفزعله هو بكون هذا الشخص يعني ما ملكتع رزقه بس هو وجوده هون في خلة بيعمل خلال أمين عام أو رئيس قسم بيكون ضعيف بدك تفكر تنقله بروح يجيب لأخنص أردن وأسطات عن أنه خلل كمان وسؤالي لأبو حمزة المواطن الأردني الوطني الإنسان ما الله دارك فيك تدخلات البنك النقد الدولي بالوضع الاقتصادي واحد ثانيا تدخلات سفارات تفرض على التاجر الأردني مسموح لك تستورد ومش مسموح لك تستورد لا يمس هذا سيادتنا أولي شي أنا ما في سفارة فشرت أي سفارة تفرض علينا سفارة الأمريكية تدخلات التجارة فرضت أصناف من سوريا لا فشرت مش فشرت ما لهاش أي سلطة علينا السفارة الأمريكية بلغت مرة كما علمت في اجتماء الملحق التجاري عن قانون قيصر قانون قيصر قانون قرر الكونغرس بمنعك التعامل مع النظام بس ما بمنعنا نتعامل لا يستطيع أنه هنا نحن نستورد من سوريا كل يوم نستورد جميع الأصناف مسموح اللي مسموح تصديرها من سوريا ومسموح استيرادنا ما هي حكومتنا منعتنا من حكومة الرزاز منعتنا من استيراد ألف وتسعمائة سلعة تقريبة من سوريا بحاجة التعامل بالمثل اليوم ألف وتسعمائة سلعة تقريبة شو ضل؟ لا فيه لا ما هو تفاصيلات أما تحكي سلعة تحكي بنود تفرعة فرعية من هاي نعم اليوم كل معظم احنا ما تجيب بهارات نعم وقليات الجميل كله لعننا 99% سوري برمضان قمردين بيجي منعنا كله سوري موجود يعني جميع أنواع المحاصيل الحقلية تستورد من سوريا عنا مشكلة في بعض الأصناف كون أنها منتج محلي سوريا منعت استيرادة منعنا أنا مش كأردن كدولة عربية حتى حفنا عملتها يعني اليوم لما الحكومة السورية أعطت قرارات خطتها لحماية اقتصادها احنا في قوة هنا ضاغطة استطاعت أن من هذه القوة؟ لا قوة محلية وليست سفرات لا لا فاشلوا السفرات احنا لا نقبل أصلا أن نسمح لا يجرأ أي سفير يحكي معنا قدامنا بالقطاع الخاص دعم والدليل أنه زارت وفود قطاع خاص لسوريا عملت معارض ومن ضمن غرف التجارة وما حد علو عنا لأنه تتعامل قطاع خاص مخبص تتعامل مع نظام فيه محاذير احنا لا نتعامل مع نظام لا ببيع شراء ولا بمشاريع اياك شكرا جزيلا الله لك خليل الحاج توفيق أبو حمزي حياك الله ممثل المواطن والقطاع الخاص لا يا سيد كل سبيرة علينا ان شاء الله جزيلا شكرا شرفتونا اليوم هذا اليوم الله خلي أبرك الله في عمرك موسيقى 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 موسيقى